وصلت وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 472 قاضية تمونية بمضبطات بلغة 156 طن وفي مجال الاستلاء على السلع المدعومة فقد تم ضبط 6 أطنان وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي فقد تم ضبط 150 طن أما في مجال قضايا المخابز تم ضبط 722 قضية من بينها 44 قضية خبز ناقص الوزن و46 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب منظومة توريدي وتدول القمح المحلية فقد تم ضبط 6 أطنان أقماح محلية